حلقة مبهجة، حلقة سعيدة، حلقة فيها فرح، حلقة فيها فخر، حلقة فيها سعادة، حلقة فيها محمد صلاح يا جماعة زي ما قلت كده في المقدمة احنا محظوظين جداً جداً ان احنا الجيل اللي عايشين محمد صلاح اللي عايشين إنجازات محمد صلاح، اللي عايشين أسطورة الراجل ده يا جماعة مش ممكن، مش ممكن كل يوم رقم قياسي بيتكسر، مش ممكن كل يوم رقم عظيم بيتعمل يا جماعة اللي بيعمل ده اسمه الملك المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح كنت تحلم، كنت تتخيل، كان يجي في ذهنك إن يبقى فيه لاعب مصري موجود في البريميال ليج، هداف دائماً للبريميال ليج هداف فريقه الأول على مر التاريخ، فريقه اللي هو مين؟ ليفربول اللي هو واحد من أعرق الأندية الأوروبية أم مش بقولك دلوقتي هو الهداف التاريخي مثلاً يعني لنادي بازل السويسري، لنادي جنت البلجيكي، مش بقولك مثلاً هو الهداف التاريخي لنادي في الدور الفنلندي ولا في الدوري، أسباني حالو، دوري الدنماركي التوركي لا أنا بقولك هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الهداف التاريخي للفريق ده في الدوري الإنجليزي الراجل تخطى روبي فاولر، تخطى ستيفن جيرارد، تخطى أساطير ليفربول على مر التاريخ أسماء عظيمة عدت على الفريق ده، صلاح فوقيهم كلهم، هو رقم واحد النهاردة هداف رسمياً لليفربول على مر التاريخ في البريميال ليج ويا شاء القدر، إن الرقم التاريخي ده لما يتكسر، يتكسر في مباراة تاريخية مباراة تاريخية للليفربول صلاح سبعة سفر قدام منشستر يونيتد، يسجل فيهم صلاح هدافين ويعمل اتنين أسست نموذج، ملهم، رائع، أنا عارف إن الكلام على صلاح خلص بس ما هي أرقامه مش بتخلص، فطبيعة الحال مضطرين نقرر ونقول ونعيد يا جماعة ده ملهم، يا جماعة ده مثل، يا جماعة ده قدوة، يا جماعة ده ما فيه زيه يا جماعة ده أعظم لعب في التاريخ أكيد في تاريخ الكرة المصرية هو أعظم لعب، دي ما فيهاش جدال في تاريخ الكرة الأفريقية هو أعظم لعب، في تاريخ الكرة العربية هو أعظم لعب حتى في تاريخ الكرة العالمية على الأقل هيتحط في قائمة فيها عشرة لعبين من بين الأعظم على مر التاريخ فيه كده ده لو تقال مثلاً النهاردة هو مية تخطى روبي فارو ربع عنده 129 هدف 129 هدف مع ليفربول في البريمير ليج انت متخيل الرقم بالمناسبة يعني هو جاب المية تسعة وعشرين هدف دول في 205 مباراة اللي تخطى مين هو تخطى مين روبي فاولر روبي فاولر بقى لما كان جايب 128 هدف كان جايبهم في كم مباراة 266 مباراة يعني محمد صلاح تخطى روبي فاولر منقوصاً عن روبي فاولر ب51 أو 61 مباراة 61 مباراة فرق وجايب الرقم ده في حلاوة كده في جمال كده وبعدين من أيام ما كان بيلعب في برونتينا ويس روما هو بيلعب في الدول الإطالي ومتقلق ومكسر الدنيا كنت تقول إيه ده آخر موسم صح مجربين مجربين لعيبك المصريين كما بيروحوا يتقلقوا نص موسم مش موسم كمان نص موسم وبقى كده بيختفوا تقول إيه ده آخر خلاص خلصت ما عندوش تاني راح تشيلسي الإنجليزي وكلنا قلنا لا 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 هو برضو اللعب المصري ما يدرش يلعب في البرامير الليج ما نجحش مع تشيلسي وما لا لا مش هو آخر الدول الإطالي ده بالكتير قوي مش هيدر إيدي أكتر من كده يروح ليفربول يعمل موسم خرافي خرافي يسجل 34 هدف في 38 مباراة وبالمناسبة ده رقم كياسي أيضا في البرامير الليج في تاريخ البرامير الليج مفيش لعب سجل العدل الأهداف دي في 38 مباراة في تاريخ الدول الإنجليزي قلنا برضو إيه دي حلوة البدايات هو بس إيه منتشي وفرحان بالدول الإنجليزي وعايز يعود اللي حصل في تشيلسي فجاب الأرقام العظيمة دي الموسم اللي بعده هدف الموسم اللي بعده هدف الموسم اللي بعده بياخد دوري أبطال أوروبا ما بيخلص وتفضل تقوله ده أخرك يقولك لا عارف أنت كلمة تبقى بتتدايق على حد ولا في حد بيتكلم معك ولا مستكبر نفسه كده وحاس أنه جامد فتقوله ده أخرك أهو ده صلاح تقوله ده أخرك يقولك لا مش آخر لسه عندي تاني ده أخرك لا أنا أجمل من كده بكتير ده أخرك لا لا أنا معدي معدي كل الناس آه محمد صلاح معدي كل محمد صلاح يا جماعة أسطورة مصرية مش بس في كرة القدم ده نموذج تاريخي في تاريخ هذه الأمة وهذه البلد الكل يتعلم منه الأراضة وإنه إزاي يرفع علم بلده إزاي يشرف بلده إزاي يبقى صورة عظيمة لبلده إزاي نموذج نموذج أقرب للمثالية في الاحترافية الفرقة بتاعته تبقى وحشة هو كويس الفرقة بتاعته تبقى جامدة يبقى هو أجمد واحد الفرقة بتاعته بتاخد بطولات ما يهبطش يفضل مكمل مفيش مفيش بعد كده جمال هندرسون النهاردة تحدث عن ده وقال إن محمد صلاح ما بيفكرش في حياة غير كرة القدم يوروين كلوب النهاردة تصريحاته عن محمد صلاح مدهشة وقال حاجة مهمة جدا وقال حاجة مهمة جدا قالك إنه تأدير الناس تأدير الناس لمحمد صلاح دلوقتي هو تأدير كبير بس محمد صلاح هياخد حقه أكتر لما الناس تتذكر هذه الأرقام وتقعد تفكر هو إزاي قدر يكسر الأرقام دي كلها في الوقت القصير ده العالم كله يتحدث عن محمد صلاح النهاردة الأكاونت الرسمي الحسابي الرسمي لبريمير ليج النهاردة منزل أرقام محمد صلاح لو أكتر لاعب في تاريخ البريمير ليج بشكل عام يسجل بقدمه اليسر أكتر لاعب أفريكي يسجل في البريمير ليج أكتر لاعب في تاريخ الليفربول يسجل أهداف أرقام أرقام عمالة تتكسر وعمالة تتوزع انت متخيل عفل ليه بقولك متخيل دي وأنا من جوايا قوي إحنا يا جماعة الجيل أيام هنا على التلفزيون المصري لما كانت تزاع مباريات أوروباية وإحنا صغيرين ناس تحدينا لهم جيل التمينات اللي زحلتنا واللي قابلينا طبعا لما كانت تزاع مباريات على التلفزيون المصري وعلى قناة نايل دي في أنا فاكر كويس أول أيام دي وبعد كده لما كانت تزاع في أي مكان آخر كنا نقعد نبص كده ونقول ياه لو عندنا لاعب مصري يالن فعيلعب في المستوى دا كان بيعدي محترفين مصريين محترمين وأسمائهم كبيرة على الماتشاط الأوروبية دي بس كنا بنتنشأ على لاعب يشارك لعدد دقيق معينة يعني لما كنت أنا فاكر والله لما كنت مش عايز أذكر أسماء عشان ما حطش يعني ما حطش مقارنة هو طبعا محمد صلح خارج المقارنة يعني بس لما كنت بشوف الحكم واقف عشان يغير لاعب مصري واقف على الدكة نازل في ديئة تسعين كنت بطنطط من الفرح نازل في ديئة تسعين بجد هيلعب ويا سلام لو سجل هدف ويا سلام لو عمل أسست كان زمان بنحط الفاكرين انتو طبعا الفيديوهات والأهداف دي كان النت طبعا وقتها مش بالسهولة زي الآن يعني ندور على المقاطع بتاعت اللقطات دي حتى لو مدافع شال كورة كويسة مدافع مصر شال كورة كويسة فلاحة احتراف نجيبها ونوزعها لبعض ونبدل هاردات وخذ خذ شوف الهدف ده جاب هدف خرافي هدف دلوقتي صلاح مش عارف تشبع معاه خذ أهداف خذ أسستات خذ إنجازات خذ أرقام خذ فخر خذ عزة خذ كل حاجة مدهش أصلي بيحصل ده أكتر بكتير من أنه كان يجي في خيال أي حد مع كامل الاحتراب وبصراحة أمش عارف بس أقول حاجة لما يتقيل في النص كده بس أهو بصراحة برضو محمد صلاح مكانش نتاج حاجة منظمة هو محمد صلاح حالة استثنائية كده حصلت لو حاجة منظمة هنفهم إنه ممكن يبقى فيه كذا محمد صلاح بس هو حصل طفرة كده لمحمد صلاح وتحسب له هو أولا تحسب له هو أولا إنه حافظ على نفسه واشتغل باحترافه مش عايزة أقول نفسينا تشوف محمد صلاح وإي 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 بس عشان نبت نشوف محمد صلاح مش كل حاجة بتحصل بالصدفة لازم يبقى فيه شغل وتعب كتير قوي عموما عشان مش عايزة أتفرع في حاجات دون قيمة دلوقتي وإن كان هي كوميتها المفروض تبقى هي اللي شغلة اللي شغلة بنا كلنا